اشتركوا في القناة رائع لا وهو هاني ابن عروة قلنا ان الموعد الذي حدده مسلم ابن عقيل سلام الله عليه لبدء النهضة بدء نهضة الطف هو موعد يعرفه الصحابة وخاصة وخاصة عفوا هاني ابن عروة الذي كان اقرب الناس الى شخصية مسلم ابن عقيل رضوان الله عليه أو السلام الله عليه هاني ابن عروة لا يزال هو المبجل عند قومه ولا يزال هو الحقيقة الثابتة المساندة لأهل البيت عليهم السلام فلذا كان لزاما على هاني ابن عروة أن يبدأ بالدفاع عن شخصية مسلم ابن عقيل سلام الله عليه ولكن عبيد الله ابن زياد عليه العائن الله بث جاسوسا بين أصحاب والتابعين لمسلم ابن عقيل الله ومعقل ابن معقل عليه العائن الله هذا لبس لباس التقوى والدين ومن خلال أصحاب مسلم وخاصة مسلم ابن عوسج جاء والدعى بأنه لديه خمس يريد أن يدفعه إلى مسلم ابن عقيل سلام الله عليه وأصبح واحدا من أصحاب مسلم ابن عقيل المختفين أو الذين هم في قلوبهم مرض نجد أن الحالة المعنوية للجيش أو للأتباع الذي يقودهم مسلم حالة قصوى وحالة رائعة ولكن هذا الجاسوس وإرساله جميع الأمور التي يبدأ بها مسلم إلى عبيد الله بن زياد استطاع أن يكشف أصحاب مسلم أمر بن زياد في هذه اللحظات على القبض على هان ابن عروة رضوان الله عليه وسأله عن مسلم ابن عقيل وأنت تخفيه وأنت وأنت وغلض الكلام بينهم بعد ذلك صرح هان بقوته وجرأته المعتادة قال لو كان مسلم بن عقيل تحت ردائي ما رفعت عنه ردائي هذه الصيغة هي الصحيحة للصيغة الذي يقول هو البعض وخاصة على المنابر بأنه لو كان تحت قدمي لما رفعت قدمي هذا حاشا لهان ابن عروة أن يقول هذا القول لا قال لو كان تحت ردائي ما كشفت عنه ردائي هنا قام عبيد الله ابن زياد بضرب هان ابن عروة رضوان الله عليه بقضيب عنده من حديد فهشما أنفه وعينيه وسجنه لديه عندما سجن هان من قبل عبيد الله ابن زياد مسلم استعجل النهضة نحن الآن ليس في صدد النهضة في صدد هان ابن عروة هان ابن عروة قلنا أنه كان مواليا حقيقيا لأهل البيت هو وأبيه كما قلنا في المحاضرة الولى وكان رجلا صليبا شجاعا وكانت مدحش تحت إمرته عندما سمعت مدحش وهي القبيلة الكبيرة في الكوفة تسكن كل الكوفة ثارت لإخراج زعيمها من سجن عبيد الله ابن زياد ولكن عبيد الله ابن زياد حلف لهم بأن مسلم لم يتضرر هان لم يتضرر عفوا وأرسل إليهم الأشعرية موسى يخبرهم بذلك هان ابن عروة ودورة بأنه أصبح سجينا ومضروب على عيني وكسر أنفه أصبح يعاني رجل كبير أمره 98 عام كما قلنا ليس بالهين عليه وهو زعيم قبيلة أن يزجل من قبل إنسان لا أصل له وهو عبد الله بن زياد هذه الأمور مجتمعة وجميع المفاوضات التي تمت بين قبيلة هان ابن عروة و عبيد الله بن زياد لم تثمر عن شيء لذا نجد أن قساوة هذا الرجل عبيد الله بن زياد على هان ابن عروة كانت قساوة شديدة ضيق عليه الخناق من كل الجوانب وأعطى لقبيلتي الأمان بأنه لم يصب بشيء والقبيلة مع شديد الأسف هنا تراخت وأنا أقول بأن عبد الله بن زياد وبواسطة هؤلاء كأبي مستشعري أو غيره ثبت عزائم قومه وأعتقد أغراهم بالمال بأن يسكتوا ولا يثوروا على عبيد الله بن زياد وإلا لو كانت القبيلة تتصدر الدور الريادي الحقيقي لموالاة أهل البيت لأخرج الزعيمها من سجنه ولنهضت مع مسلم بن عقيل وأدت الدور المطلوب منها أمام الله وأمام رسوله هانئ بن عروة نتيجة هذه المعاناة ونتيجة الموقف الصلب الذي أدى نجده كان نبراسا حقيقيا لأصول النهضة الإسلامية ونجده ونجده مسلحا بالود لمحمد وآل محمد المعاناة التي قضاها في السجن والتي أدت إلى أذى حقيقية حقيقة وهو أذى النفسي بأنه أصبح يفكر بأن هذه القبيلة الكبيرة وحركة مسلم وخاصة كانت تهمه حركة مسلم أن تنتصر ولكن الأيام تجري سراعا وتجري الرياح بما لا تشتهي السفن بقى هانئ ابن عروة في هذا المحيط يعني في هذا السجن المظلم مهشم الأنف وعيناه تجريان دم ومعاناة وتفكير خاصة بمسلم وما حل عليه في الخارج كانت الأخبار تأتي إلى هانئ ابن عروة سراعا من خلال الحراس أو خلال الموجودين في ذلك المكان الذي شجنا فيه بأن مسلم يستعد للنهضة ويريد أن يحرر أكوفه من الطاغية عبيد الله ابن زياد الدور اللي قلنا وإشرنا إليه بأن مسلم استعجل أو تهيئ للنهضة قبل أوانها هو سجن هانئ ابن عروة رضوان الله عليه وكان ولابد على مسلم أن ينهض قبل أوان النهضة النهضة كانت في مبدئية مسلم أن تأتي بعد عشرين يوما ولكن حالة هانئ وسجنه وعدم معرفة مصيره استدعى أن يقوم مسلم بالنهضة نجد أن مسلم هيئ الأسباب للنهضة وبعد هذا الدور وأعلن الموعد الجديد لنهضته مع أصحابه كان يصلي بالمسجد العام وراءه ثلاثمائة وكان من مجموعة 18 ألف يعني لا أعرف ما أعلق هذا العجب العجاب يصيب الإنسان الذهول وحقه أمير المؤمنين سلام الله عليه وآله عندما قال ما لي أراكم أشباحا بلا أرواح وهؤلاء الهمج الرعاع الذين تفرقوا عن مسلم وأصبح يعيش في ثلة منهم قليلة لا تفي بالغرض للنهضة الأخبار من داخل السجن تأتي لمسلم سراعا أن أبو عبيد الله بن زياد ينوي الشر لهان ابن عروة رضوان الله عليه نجد أن أهل الكوفة والمجتمع الكوفي في ذلك الوقت مع شديد الأسف الأكثرية الغالبة أصبح في آذانهم وقرا لا يسمعون ولا يرعون ولا يأتون بشيء من الحقيقة إلا قليلا قليلا ودل الله بن زياد في هذه اللحظات كان يفكر بكيف أن يقتل هان ابن عروة رضوان الله عليه وهان ابن عروة عنده في السجن بعد هذا كل أمر أحد أناسه يعني عبيد الله بن زياد بأن يضرب عنه هان ابن عروة رضوان الله عليه وفعلا تم ضرب عنق هان ابن عروة ويذكر المؤرقون أنه في سوق الغنم ضرب عنقه وسحلوه في حبل في السوق وكان قبل نهضة مسلم عند ذلك عندما سمع مسلم بن عقيل نهضة بالسيف ولكن تفرق الأصحاب عنه بحيث يروي المؤرخون أنهم لم يبقى أحد مع مسلم ابن عقيل يدله على الطريق حتى وصل إلى باب إمرأة تسمى طوعة هذه المرأة الجليلة آوته وقدمت له ما يريد وعند الصباح أرسل أويد الله بن زياد عليه إلى عائل الله الجيش إلى مسلم بن عقيل ليحاربه وفعلا جاء هذا الجيش ولم يستطع محاربة مسلمه ولمفرده وكان يقاتل قتال الأبطال إلى أن غدر بمسلم وفعلا قتل وجروه مع هاني في الأسواق بالحبال في داخل شوارع الكوفة من هذا كله نجد أن هاني ابن عروة يمثل ذلك الرجل الرجل الصبر الصبر النهضة النهضة الموالية لحركة ونهضة أبي عبد الله الحسين وهذا ما نجده عندما نعيه للحسين مسلم وهاني قال أني أحتسبهم عند الله وكان متألما لرحيل مسلم وهاني ابن عروة رضوان الله عليه هذا الدليل الواضح على أن هاني ابن عروة ذلك المثل الحقيقي للموالاة وهذا ما نجده الآن حتى في ظريحه الذي موجود جنب مسلم في الكوفة نجده يعطيك الدليل على أن الباقي بعده كل ما تفنى الأشياء هو الحق ضد الباطل وبذلك انتصرت نهضة مسلم ابن عقيل بوجود هاني ابن عروة رضوان الله عليه وبهذا نحن نبجل هاني ونقول أن يجعله الله لنا شفيعا يوم القيامة ويرزقنا زيارته في الدنيا إنه سميع حميد وبهذا نختم الدور أو الحديث عن قضية هاني ابن عروة رضوان الله عليه أستوجعكم الله إلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة